بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث السنوي التجاري أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الرياضة المالية للصف الثالث السنوي التجاري شعبة التسويق وسوق المال على قناتكم المفضلة قناة مصر للتعليم الفني هنستكمل مع بعض ما بدأناه في منهج الرياضة المالية وكنا قلنا في الحلقات السابقة موضوعات الرياضة المالية وبذأنا بموضوع العلاقة بين الفايدتين واخدنا ست حالات في العلاقة بين الفايدتين وكلها كانت من امتحانات سابقة وعرفنا القوانين بتاعة العلاقة بين الفايدتين وعرفنا ازاي بنجيب المعدل عن طريق فيه اتنين نقص فيه واحد على فيه واحد فيه مية او لو كان مديني الفرق في المسألة ما تدورش على فيه اتنين وفيه واحد خد الفرق على طول يبقى المعدل بيساوي الفرق على فيه واحد في مية وبعدين قدرنا نحصل على المبلغ وقلنا المبلغ بتاعنا الف بيساوي فيه واحد على عين من مية او فيه واحد على عين في مية وقرفت ان عشان اجيب المبلغ لازم اجيب فيه واحد فعلشان كده لو كان مديني مجموع فوايد بسيطة فكنت بقول له فيه واحد بتساوي مجموع الفوايد البسيطة على عددها دي كانت الحالات اللي خدناها في مادة الرياضة المالية على موضوع العلاقة بين الفائدتين وعرفنا بعد كده ان فيه بعض الحالات المهمة زي الجملة المركبة وعرفت ان الجملة المركبة عندي عبارة عن يا اما اجيبها بالجداول المالية او بالالة الحزبة وعرفنا ان بالجداول المالية الجملة المركبة هنستعمل الجدول الاول يبقى الضيف بتاعنا في موضوع الجملة المركبة في الباب الاول هو الجدول الاول وعرفت ان معي خمس جداول مالية درسنا منها في المرة اللي فاتت الجدول الاول فقط وعرفت ان الجدول الاول وظيفته شغلته في الرياضة المالية انه بيجيب الجملة المركبة لمبلغ يعني واحد وعين من مية دي اللي هي الجملة المركبة للجنيه واحد وعين من مية اللي هي الجملة المركبة للجنيه اما عين من مية بس ليه فايدة الجنيه لذلك لما اشتغلنا في الجملة المركبة قلنا في الحلقات اللي فاتت ان الجملة المركبة زي ما احنا شايفين بنقول إن الجملة المركبة بتاعتنا بنقول لو بالجداول المالية بالجدول الأول عرفت إن الجملة المركبة جيم بيسوي أصل المبلغ في مستخرج الجدول الأول أمام نون من وحدات الزمن وأسفل عين في المية فده كنا بنسميه مستخرج الجدول الأول ودي لما اتفقنا مع بعض إن أنا هجيبها بمستخرج الجدول الأول لما يكون مديني المعدل والمدة موجودين في الجدول الأول طيب إذا كان المعدل أو المدة غير موجود بالجداول إيه اللي هيحصل؟ أقول لك على طول بمنتهى البساطة نستخدم الآلة الحزبة ده الكلام اللي احنا قلنا الحلقة اللي فاتت وقلت الآلة الحزبة بقى الجملة هتساوي ألف في واحد وعين من مية أس نون ده قانون الآلة الحزبة وسواء بالجداول المالية أو بالآلة الحزبة عرفت إن أقدر أجيب الفايدة مباشرة عن طريق طرح أصل المبلغ من الجملة يبقى الفايدة بتساوي جيل ناقص ألف يبقى دي كانت الشغل اللي احنا اشتغلناه في الحلقة اللي فاتت علشان كده عايز أراجع لحضرتك على بعض الحاجات عن الحلقة اللي فاتت عاوزين نقول إن في بعض الموضوعات السهلة البسيطة اللي بتكون موضع امتحان ودي شفناها في حلقات كتير في امتحانات سابقة كتير جدا قبل كده فعلشان كده عاوزك على طول تركز معايا في بعض التمرين السهلة البسيطة وكلها تمرين من الكتاب المدرسي ومن امتحانات سابقة جميلة جدا وأفكارها سهلة جدا تعال نشوف معايا كده أول تمرين بيقول لنا أودع شخص خمس تلاف جنيه أو خمسين ألف جنيه في بنك أنا قلت لك وانت بتقرأ التمرين دايما دايما طلع معضلات المسألة وانت بتحل التمرين هنا كلنا عارفين إن المبلغ رمزه إيه؟ ألف برافو عليك يبقى لما قولك أوضع شخص خمسين ألف جنيه تقول للألف بخمسين ألف جنيه حضرتك روحت البنك حطيت خمسين ألف جنيه في بنك بمعدل فايدة مركبة يبقى المعدل بتاعنا اللي كنا بنسميه عين؟ قلنا بكم في المية؟ بتمانية في المية يبقى المعدل بتاعنا تمانية في المية وذلك لمدة اتناشر سنة خد بالك كده المدة اسمها إيه؟ اسمها نون بكم؟ باتناشر سنة كده معايا مبلغ معايا معدل معايا مدة عاوز مني إيه؟ أقولك بمنتهى البساطة أقدر أحل الجملة المركبة والفايد المركبة في نهاية المدة إزاي نحل الكلام ده؟ أقولك أول حاجة لما هتبص في الامتحان السابق اللي كان فيه التمرين ده أو في الكتاب المدرسي هتلاقي عندك الجدول المالية الجدول الأول موجود فيها معدل تمانية في المية وموجود فيها اتناشر سنة يبقى المدة والمعدل موجودين في الجدول المالية ما تتعبش نفسك واكتب قانون الجدول المالية السهل الجميل هتفتكر كده قانون الجملة المركبة بالجدول المالية حضرتك قلت لي أصل المبلغ في مستخرج اتناشر سنة تحت تمانية في المية من الجدول الأول من الجدول الأول يبقى ركز معايا أن الجدول الأول هو الضيف الجميل اللي بيحل مشكلة الجملة المركبة دايما طيب تعال نعوض في الكلام ده قلت لي أشيل الألف وحط كنتو اللي هي كانت خمسين ألف فيه طلع مستخرج الجدول الأول كده أنا معاك هولا وبتفتح الكتاب بتاعت هتلاقي الجملة بتاعتك بتساوي إيه أو مستخرج الجدول الأول تحت تمانية في المية قدام اتناشر سنة يطلع اتنين علامة خمسة واحد تمانية واحد سبعة صفر واحد بالآلة الحزبة وبراختك خالص وانت بتحسب ما تستعجلش وقت الامتحال ان شاء الله هيكفيك ولكن حل التمرين بهدوء علشان تضمن أدق النتائج هتمسك الآلة الحزبة وتقول لي خمسين ألف فيه اتنين علامة خمسة واحد تمانية واحد سبعة صفر واحد يساوي على طول بالضبط وبالتحديد يديلك مية خمسة وعشرين ألف تسعمية وتمانية علامة خمسة واحد كده انت قدرت تحصل على الجملة المركبة طيب بعد ما حصلت على الجملة المركبة وكان طالب حاجتين طالب الجملة وطالب الفوائد اقول له تمام انا جبت الجملة اقدر اجيب الفوائد المركبة في نهاية الاثناشر سنة ودايما قلتلك استخدم القانون السهل البسيط الفوائد بتساوي الجملة ناقص المبلغ طيب انا معايا الجملة لسه جايبها حالا اللي هي مية خمسة وعشرين ألف تسعمية وتمانية واحد وخمسين من مية اصل المبلغ من التمرين كان خمسين ألف اصل المبلغ كان خمسين ألف قال ان الفوائد بتاعتنا بتساوي خمسة وسبعين ألف تسعمية وتمانية وعلامة واحد وخمسين كده انت قدرت تحصل على الجملة وقدرت تحصل على الفايدة يبقى عندك الجملة والفايدة اللي معاك على طول بمنتهى البساطة تقدر تحصل عليهم من التمرين عن طريق القوانين اللي انت عارفها وعن طريق انك بتحدد المسألة دي بتتكلم عن ايه حضرتك حددتلي ان الجملة المركبة خلاص انا عرفت ان ده الجدول الاول يبقى لما يقول الجملة المركبة اقوله ده الجدول الاول طلب مني جملة وطلب مني فوائد جبت الجملة وبعدين جبت الفايدة بقانون الفيه بتساوي جيم مواقس ألف طيب عشان برضو نراجع على بعض الحاجات اللي احنا خدناها في الحلقات السابقة قلت ممكن يطلب منك اصل المبلغ وفي الحلق دي بيبقى مدي لك الجملة جهزة يبقى لو طلب منك اصل المبلغ وادى لك الجملة جهزة هعمل ايه تعالا معايا نشوف التمرين ده ودايما دايما اقرأ التمرين بهدوء وبتركيز لانك لو قرأت التمرين بطريقة سليمة وبتركيز قدرت توصل للمطلوب وده نص الحل انك تشخص ايه المطلوب اللي عندك انا عاوز ايه من المسألة عاوز جملة طيب يبقى اشتغل بقانون الجملة المعدل والمبلغ موجودين يبقى اشتغل بقانون الجملة بمستخرج الجدول الاول طيب لو المعدل والمبلغ مش موجودين يبقى اشتغل بقانون الجملة بالقالة الحزبة اذا قرأتك للتمرين وتحديد النقاط اللي موجودة في التمرين هي اللي بتوصلك لانك هتحل ايه وايه اللي مطلوب منك لذلك لما هنقرأ التمرين معنا دلوقتي التمرين الجميل ده بيقول لي مبلغ ما بلغت جملته المركبة 22,039 و92 من 100 خد بالك وطاقة دلك ايه قالك الجملة معك كذا يبقى هو مديني الجملة طيب بعد ما اداني الجملة هعمل ايه على طول بمنتهى البساطة لما اداني الجملة لقيته بيقول لي المبلغ مش موجود طيب هجيب المبلغ ده ازاي تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة عندي لما حضرتك بتقول لي المبلغ مش موجود او معانا انا قايل ان المبلغ اهو تحتي علامة استفهام المبلغ مش موجود بس سيادتك ادتني الجملة تمام كانت بـ 22,039 وعلامة وـ 98 معايا الجملة ومش معايا مبلغ ومعايا معدل الفايدة المركبة 8% ومعايا النون او المدة 5 سنوات هنا بمنتهى البساطة المعدل موجود في الجداول المالية والمدة موجودة في الجداول المالية تقدر تقول لي ان الجملة بتساوي الف في مستخرج جدوى الاول عند 5 سنوات بمعدل 8% من المجهول عندك؟ قلت لي المجهول الف انا عاوز اجيب الالف اقول لك تمام يبقى على طول تقول لي الالف هيساوي الجملة اللي معانا على مستخرج الجدول الاول معاك الجملة بكام؟ قلت لي معايا الجملة باتنين وعشرين الف وتسعة وتلاتين وعلامة اتنين وتسعين مستخرج الجدول الاول اسفل 8% وامام 5 وحدات زمن او النون بتسوي 5 على طول هتجيب المستخرج هتلاقي ان المستخرج كان بواحد علامة اربعة ستة تسعة تلاتة اتنين تمانية امسك الالة الحسبة واقسم هتلاقي ان الالف عندك كان بخمستاشر الف بكده انت قدرت توصل لقيمة المبلغ اللي هو كان عاوز هو الالف اللي هو اصل المبلغ كده جبت المبلغ بطريقة سهلة جدا وما عوضتش في خطوات كتير ودايما ااكد عليك في نهاية التمرين ان دايما 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 الجملة المركبة هي مستخرج الجدول الاول اوعى تنسى اقول لك جملة المركبة يبقى جدول الاول اقول لك جدول الاول يبقى جملة مركبة يبقى دايما الجملة المركبة هي مستخرج الجدول الاول يبقى تعالى معايا بقى تابع كده اللي احنا قلناه احنا قدرنا نحصل على رقم واحد الجملة المركبة بالمستخرج الجدول الاول وبعدين غيبنا منها المبلغ بتاعها اديتك جملة ومعدل ومدة وعاوز منك ايجاد اصل المبلغ ايه اللي هيحصل هنا هتقوللي الجملة المركبة بتسوي الف في المستخرج الجدول الاول يبقى لو انا عاوز الف هقسم الجملة المركبة على مستخرج الجدول الاول برافو عليك تاني القانون الاصلي بقول ايه الجملة المركبة بتسوي اصل المبلغ في مستخرج الجدول الاول طيب لو انا بقى طالب اصل المبلغ تقوللي اصل المبلغ بيسوي الجملة المركبة على مستخرج الجدول الاول ده كلام سهل وبسيط جدا جدا طيب عندي بعض التمرين كمان على ايجاد المبلغ انه يديني فايدة اداني فايدة وعاوز مني اوجد المبلغ هعمل ايه في الحالة دي تعال اركز معايا والتمرين ده من التمرين المهمة جدا جدا لان بعض طلابنا الشطار وطلباتنا الشطار بيبتدي يحفظ المسألة اه مديني جوم لو عايز المبلغ يبقى الالف بيساوي جيم على مستخرج جد ولا ولده كلامك سليم جدا بس لو ادلك فايدة وطلب المبلغ القانون اللي معاك للأسف مش هينفع يتعمل في كده فتعال اشوف معايا لو اداني فايدة وطلب المبلغ هنعمل ايه في الحالة دي الموضوع سهل وبسيط جدا 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 ونشوف ايتحل ازاي بمنتهى البساطة تعال اشوف التمرين بيقول لي مبلغ المال اذا المبلغ اللي عنده حضرتك مجهول استثمره بمعدل فايدة مركبة سبعة في المية كل ستة شهور ادي اول مشكلة قبل اثنين ان المعدل غير سنوي معدل ده معدل جزئي تب عاوز ايه قال لي اول حاجة انت قلت لي المبلغ مجهول اهو ومديني معدل بسبعة في المية كل ست شهور وذلك في نهاية خمس سنوات طيب لما يكون عندك معدل غير سنوي زي ده ما تقدرش تكمل مسألتك لما تعدل وحدات الزمن ازاي؟ هجيب حاجة اسمها مرات الاضافة اللي هي ميم مرات الاضافة الميم بتساوي ايه؟ بتساوي شهور السنة اللي هم 12 شهر على شهور المعدل اللي هم 6 شهور يبقى هنا الميم كام مرة؟ قلت لي مرتين تقدر تجيب وحدات الزمن عبارة عن النون في ميم عبارة عن النون في ميم طيب النون عندي بكام؟ قلت لي بخمسة والميم لسه طلع بكام باتنين يبقى وحدات الزمن تكون بعشر وحدات زمن يبقى احنا عدلنا وجبنا او خلينا النون بقت عشرة افتكت كده بقى هو مدي لك ايه؟ ده كان مديني الفايدة كان مديني الفايدة بتمن تلاف سبعمية واربعة وعلامة ستة وتلاتين خد بالك مداش جملة اعطى فايدة وطالما ادى فايدة لازم تفتكر قانون الفايدة كده معايا معايا ناس شطرة جدا 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 وفاكرة قانون الفايدة لما راجعناه في الحلقات اللي فاتت وقلنا الفايدة بتسوي قصر المبلغ فمستخرج الجدول الاول ناقص واحد ليه ناقص واحد؟ هو مستخرج الجدول ده مش كان واحد وعين؟ تمام يعني جملة الجنيه هنشيل منه الجنيه نفسه هنشيل منه الجنيه نفسه عشان يديني الفايدة لان الفايدة عين لان الفايدة عين من مية يبقى انا هقوله ايه؟ هقوله على طول قانون الفايدة كان بيساوي اصل المبلغ فيه مستخرج الجدول الاول اللي عندنا لازم اشيل منه الجنيه الاصلي اللي احنا حاسبين عليه ناقص واحد يبقى هنا هتقول الفايدة بتساوي اصل المبلغ في مستخرج الجدول الاول طيب انا عندي الفايدة كام؟ قلتلي الفايدة بتساوي الفايدة بتساوي فيه مستخرج الجدول اللي عندنا كان بكام؟ قلنا بعشرة وكم في المية؟ سبعة في المية يبقى على طول لما اجيب مستخرج الجدول ده تحت سبعة في المية وامام عشر وحدات زمن هيدي لك واحد علامة تسعة ستة سبعة واحد خمسة اتفقنا هنشيل منه كام؟ واحد برافو عليك يبقى هنا ابقى عندي تسعة ستة سبعة واحد خمسة مضروبة في مين؟ في الالف وبرة تمانية سبعة سفر أربعة علامة ستة وتلاتين كده بمنتهى البساطة تقدر تجيب الالف على طول اللي هو تمن تلاف سبعمية واربعة علامة ستة وتلاتين مقسومة على علامة تسعة ستة سبعة واحد خمسة يطلع معاك المبلغ بالزبط والتحديد بتسعة تلاف جنيه يبقى هنا أنا اضطررت أستخدم قانون الفايدة ليه؟ لأنه هو الداني هنا قال لي كانت فائدته قال لي كانت فائدته أما لما في التمرين اللي فات الداني الجملة استخدمت على طول قانون الجملة يبقى دايما عند حضرتك طريقتين لو ادلك الجملة هتستخدم قانون أو هتعوض في قانون الجملة ولو ادلك الفايدة تعوض في قانون الفايدة الموضوع سهل جدا جدا وبسيط ولو ادلك فايدة السنة الخمسة زي ما حلناها مع بعض قبل كده هتعوض في فايدة السنة الخمسة طيب عندنا كمان بعض الأفكار السهلة الجميلة لما بيطلب مني مدة القرد يعني لما يديني تمرين ويديني الجملة ويطلب مني مدة القرد وهنا عندي الحقيقة موضوع المدة ده من الموضوعات السهلة والبسيطة جدا 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 ولكن عاوز تركيز صغير او ليه لان المدة موجودة فين او احدات الزمن موجودة فين في قيمة المستخرج جيمون بمعدل عين فدايما لو جاب لك المدة او المعدل طلع المستخرج لوحده برا وقوله ان المستخرج بيساوي الجملة على اصل المبلغ وبعدين لما يطلع ناتج ابحث به في كشف الجدول الاول يطلع تحت المعدل وقدام المدة زي ما انت عايز الموضوع سهل وبسيط جدا وتعالوا نشوف مع بعض عندي تمرين سهل بيقول لي اقترض شخص 8000 جنيه اقترض شخص 8000 جنيه من بنك بمعدل فايدة مركبة 12% سنويا طيب انت كده يا فندم ادتني الالف بكام ب8000 جنيه بمعدل فايدة مركبة العين ب12% سنويا فاذا علنت ان الجملة المركبة خد بالك دداني الجملة ب14 ألف وتمانية وتسعين وعلامة سبعة تلاتة تلاتة ده كده قيمة الجملة يبقى حضرتك مديني جملة يبقى استخدم قانون الجملة ده كلام كويس جدا احسب مدة القرد مين بقى اللي مجهول عندك مدة القرد طيب فقرني كده بقانون الجملة عشان هو كده ادالك الجملة قلت لي افقرك بقانون الجملة الجملة بيساوي سمعك وانت بتقول لي الف في مستخرج الجدول الاول كلام كويس جدا تقول لي عايزين المدة يبقى هنا الجزء المفقود من المستخرج هات المستخرج ده الواحده برا قلت لي الجملة المستخرج الجدول الاول النون ما عرفهاش ولكن انا عارف المعدل كويس بكم في المية باثنشر في المية يبقى بيساوي خد بالك بقى احنا هنعمل ايه هنقول له الجملة على اصل المبلغ الجملة على اصل المبلغ بيساوي خد بالك معايا شير الجملة وحط كام اربعتاشر الف وتمانية وتسعين وعلامة سبعة تلاتة تلاتة على اصل المبلغ بكام بثمان تلاف هنقسم الكلام ده يبقى اقسم الجملة على اصل المبلغ هيطلع معاك بالالة الحسبة على طول الناتج يطلع واحد علامة علامة سبعة ستة اتنين تلاتة اربعة اقول له بالبحث في الجدول الاول بالبحث في الجدول الاول اسفل 12% عن الرقم ده امسك كده الجدول الاول تحت 12% دور كده في الجدول الاول اللي هو العموض الاول اللي عندك تبصي تلاقي الرقم ده موجود جبت الرقم ده لقيته امشي بالعرض كده قدام نون من فترات الزمن هتلقى على طول النون او الرقم ده يقع قدام خمس وحدات زمن يبقى النون بتساوي خمس سنوات قدرنا نحصل على مدة القرض بمنتهى البساطة يبقى دايما التمرين اللي عندك تقرأه كويس شوف ايه اللي هو مدهولك لو مدي لك جملة هتعاوض في قانون الجملة لو مدي فايدة هعوض في قانون الفايدة لو مدي فايدة سنة معينة فايدة سنة الخمسة مثلا هتقول له فايدة السنة الخمسة بتسوي ألف في مستخرج الجدول الأول عند السنة الخمسة ناقص مستخرج جدول الأول عند السنة السابقة لها ليه السنة الرابعة ويتعاوض ويتطلع لانت عاوض ولكن المسألة لازم تقرأ بهدوء وبعناية وتهتم جدا جدا انك تطلع معitsuاتك الأول عشان تشوف إيه اللي موجود وإيه اللي مفقود وتبتدي تعود تحصل على إيه اللي انت عاوز عندي كمان من الموضوعات السهلة الجميلة اللي احنا رجعنا عليها في الحلقات السابقة اللي هو المعدل الحقيقي السنوي وده موضوع سهل جدا 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 وعاوز أفكرك به في تمرين بسيط كده بسرعة بيقول لي اوجد المعدل الحقيقي السنوي الذي يعادل المعدل واحد في المية شهريا عاوز المعدل الحقيقي السنوي اللي بيعادل واحد في المية شهريا عاوز مني ايه في التمرين ده خد بارك كويس بيقول لي اوجد المعدل الحقيقي السنوي المعدل الحقيقي السنوي هنا لو هنركز مع بعض هو بيقول لي يعادل معامل معدل واحد في المية شهريا طيب هنا اول خطوة تفكر تحسبها في التمرين تجيب الميم اللي هي عدد مرات إضافة الفايدة الميم هنا بتسوي شهور السنة اللي هما كان 12 على شهور المعدل اللي هو واحد علشان كان قال لي أنه هو شهريا يبقى 12 على الواحد فيها 12 مرة يبقى الميم 12 مرة طيب جبت الميم ناقص حضرتك تعاوض في القانون القانون بيقول إيه بيقول للمعدل الحقيقي السنوي بيسوي مية في واحد وعين شرطة من مية قص ميم الكلام ده ناقص واحد برافو عليك يبقى تقول لي مية في واحد وواحد من مية الكل قص كام قلت لي قص 12 الكلام ده ناقص واحد يلا كده مع بعض بالقال الحزبة هتمسك قلتك وتعود تلاقي ان المعدل الحقيقي السنوي يطلع 12 علامة 36 في المية يبقى انت قدرت تحصل على المعدل الحقيقي السنوي لهذا التمرين فيه تمرين كمان طالب مني اوجد المعدل الحقيقي السنوي الذي يعادل المعدل 6 في المية كل نصف سنة خد بالك كويس جدا فيه التمرين ده هو بيقولي 6 في المية كل نصف سنة طيب هي النصف دي بتقسم السنة لكم مرة بعض عليك سمعك وانت بتقول لي يبقى المين بتساوي 2 اما لو كان قالك ربع يبقى سمت السنة لأربع مرات لو قالك تلت يبقى سمت السنة لتلات مرات يبقى كده النصف هنا قسمت السنة لكم لتنين تعالا بقى نعوض تقول المعدل الحقيقي خلاص كتبنا القانون قبل كده بيساوي مية في واحد وستة من مية قص كم مرة قلت لي قص مرتين ناقص واحد وتبتدي تعوض تعويضك المباشر بالقالة الحزبة يطلع 12 علامة 36 ده كان 12 68 تمام يبقى كده على طول قدرت تحصل على المعدل الحقيقي السنوي طيب عندي برضو بعض الأفكار السهلة الجميلة لما يطلب المعدل الحقيقي الربع سنوي لما يطلب معدل حقيقي ربع سنوي هعمل ايه في الحالة دي؟ هقولك نعمل ايه؟ بيقول لي اوجد المعدل الحقيقي الربع سنوي خد بالك هنا المعدل الحقيقي ايه؟ ربع سنوي ربع سنوي يبقى على طول لما تقول لي معدل ربع سنوي يعني بيقسم السنة لأربع فترات أو أربع مرات يبقى المعدل المين بكام باربعة طيب هو عايز معدل حقيقي ربع سنوي هقول له هنا إيه هو مدي لك معدل سنوي أقول لنا على طول بمنتهى البساطة تقول لي المعدل الربع سنوي هيساوي مية في الجزر الرابع لواحد والمعدل اللي عندنا الجزر الرابع لواحد والمعدل المعدل كان كام 12 بس بعد ما تخلص يبقى يطرح واحد يبقى مية في الجزر الرابع لواحد واثناشر مطروحا من الناتج واحد يطلع على طول بالضبط وبالتحديد 2 علامة 87% كده أنت جبت المعدل الربع سنوي طبعا ده ربع سنوي ناخد كمان تمرين عليها وجد المعدل حقيقي الربع سنوي خلاص طالما قال لك ربع سنوي يبقى المين باربعة هتقول لي بقى المعدل الربع سنوي بيساوي 100 في جزر المين باربعة واحد والمعدل السنوي اللي عندك بكام بـ 11 الكلام ده ناقص واحد على طول بالآلة الحزبة يطلع اتنين واربعة وستين من مية في المية ربع سنوي او كل تلات شهور ده كان مراجعة على موضوعات الحلقات اللي فاتت وقدرنا نلخص اجزاء كويسة جدا من المنهج في الباب الاول عن الجملة المركبة او عن الفايدة المركبة او عن ايجاد المبلغ بدلالة جملة او ايجاد المبلغ بدلالة فايدة أو إيجاد المبلغ بفايدة سنة خمسة أو المعدل الحقيقي السنوي أو المعدل الحقيقي الربع سنوي عندي كمان بداية الباب التاني بيتكلم في موضوع مهم جدا 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 وتعالوا نشوفه مع بعض الموضوع ده اللي هو إيه اللي هو القيمة الحالية المركبة والخاصم الصحيح المركب يبقى لما أتكلم عن القيمة الحالية المركبة اللي هي خاصم واستبدال الديون بالفايدة مركبة على طول هنقول إيه هنقول أول حاجة لازم أعرف بعض التعريفات الهمة بعض التعريفات الهمة الموضوع بتاعنا الخاصم والقيمة الحالية المركبة النهاردة الفصل الأول من الخاصم واستبدال الديون على طول أعرفت إيه هو الخاصم أو أسأل إيه هو الخاصم أقولك قبل ما أقولك إيه هو الخاصم لازم تكون عارف أن كل كمبيالة أو كل سند إذني أو كل دين بيكون ليه قيمة اسمية وقيمة حالية يعني لو حضرتك هتاخد قرد النهاردة القرد ده ليه قيمة اسمية ولتكن مئة ألف جنيه ولتكن مئة ألف جنيه القرد ده ليه قيمة اسمية وقيمة مستقبلية وقيمة حالية يبقى دايماً أي دين ليه قيمة مستقبلية اللي هي الجملة وليه قيمة حالية بس بشرط انه يتدفع قبل موعد استحقاقه مش فاهمين تب تعالى بالروحة تانية نقولها لو انا علي كمبيالة بعشر تلاف جنيه تستحق عالفين خمسة وعشرين تستحق سنة عالفين وكام وخمسة وعشرين العشر تلاف جنيه دول اسمهم القيمة الاسمية يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان الكنبيالة اهي قيمتها بكام بعشر تلاف جنيه تستحق سنة عالفين خمسة وعشرين ركز معايا كده عالفين خمسة وعشرين لسه مجاتش لسه السنة دي مجاتش تمام قمت انا جاي في عالفين واحد وعشرين قبل موعدها باربع سنوات وقلت له انا عاوزة سدد الكنبيالة دي بس اكيد هستحق خاصة قلت لي انت كده هتدفعها حاجة اسمها قيمة حالية ولتكن مثلا تمن تلاف جنيه ولتكن كام تمن تلاف جنيه برافو عليك هو ده اللي انا عاوز اسمعه منك سمعك وانت بتقول لي ده القيمة الحالية اقل من القيمة الاسمية لان دي كانت كام عشر تلاف والقيمة الحالية بقت كام تمن تلاف عارف الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية اللي هو كام الفين هو ده اللي هنسميه الخصم هو ده اللي هنسميه الخصم يعني معنى كلام حضرتك ان الخصم هو الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية بالظبط تب ايه القيمة الاسمية بقى تعال نشوفها مع بعض على الشاشة نعرف يعني ايه القيمة الاسمية ويعني ايه القيمة الحالية ويعني ايه الخصم ويعني ايه تاريخ الخصم ويعني ايه تاريخ الاستحقاق يبقى اتفقنا مع بعض ان كل دين له قيمة اسمية وقيمة حالية إمتى تبقى قيمة إسمية لو اتدفع في موعد استحقاقه وإمتى تبقى قيمة حالية لو اتدفع قبل موعد استحقاقه علشان كده هقولك بص معي على الشاشة الخصم هو المبلغ الذي يقصم من الدين الأصلي في حالة سداده إمتى بقى قبل موعد استحقاقه ويرمز له بالرمز صعد طيب عندي كمان عاوز أقول إيه عاوز أقول إن القيمة الإسمية هي قيمة هذا الدين في موعد استحقاقه في اليوم اللي كان هيدفع فيه يعني لو المثال اللي احنا قلناه العشر تلاف لو كنا سبناهم ودفعناهم في سنة الفين خمسة وعشرين يبقى ده كان هيبقى قيمة إسمية ده قيمة إسمية أما لو دفعتهم قبل كده يبقى ده اسمها قيمة حالية لذلك القيمة الإسمية هي قيمة الدين هي قيمة الدين في يوم استحقاقه أو في موعد استحقاقه ده كده قيمة إسمية أما القيمة الحالية هي قيمة الدين قبل موعد استحقاقه يبقى عندي قيمتين لكل دين القيمة الإسمية والقيمة الحالية الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية على طول بيكون هو الخصم طيب عندي كمان زي ما اتفقنا القيمة الحالية يا قيمة الدين قبل موعد استحقاقه ويرمز لها بالرمز ح يبقى القيمة الاسمية سين والقيمة الحالية ح والخصم صاد يبقى اتفقنا القيمة الاسمية سين والخصم صاد والقيمة الحالية ح عندي كمان بعض التعريفات اللي ممكن تجيني في صورة أكمل إيه هو تاريخ الاستحقاق هو التاريخ الذي تستحق فيه القيمة الإسمية للدين تاريخ سدده ما عنديش أي مشكلة فيه ولكن ممكن يديني تاريخ قبل تاريخ الاستحقاق الديني مثلا لو تاريخ الاستحقاق 2025 الديني هو 2021 التاريخ ده قبل تاريخ الاستحقاق اللي هو التاريخ الذي يتم فيه خصم أو قاطع الدين ويكون سابق لتاريخ الاستحقاق خد بالك ان دايما تاريخ الخاصمة او القطع بيكون سابق لتاريخ الاستحقاق ما ينفعش يجي بعده تمام طيب عندي انا بقى بعض التمرين او نكتب الاول بس بعض القوانين اللي هي هتعرفنا ازاي احسب القيمة الحالية والخاصم الصحيح المركب اقولك معي ضيف جديد لهذا الدرس الضيف اسمه الجدول التاني الضيف ده اسمه الجدول التاني الجدول التاني بيستخدم لاجاد القيمة الحالية لمبلغ او القيمة الحالية للجنيه واحنا عارفين ان القيمة الحالية دايما اقل من القيمة الاسمية يبقى دايما دايما القيمة الحالية اقل من القيمة الاسمية لذلك هتلاقي مستخرج الجدول التاني دايما اقل من الواحد دايما مستخرج الجدول التاني يكون اقل من الواحد عشان يعمل لي تقليل لعملية الخاصم اللي عندي يبقى هنا هنشوف مع بعض قانون القيمة الحالية باستخدام الجدول التاني هقولك ان القيمة الحالية رمزها ايه اتفقنا ها القيمة الحالية ها بتساوي القيمة الاسمية سين في مستخرج الجدول التاني خد بالك الرمز شبه رمز الجدول الاول بس هنا ها الجدول الاول جيم دي ها يبقى هنا ها او القيمة الحالية بتساوي سين في ها نون بمعدل عين في المية خد بالك معايا كده ده بالجدول الاول طب لو انا عاوز بالجدول التاني طب لو عاوز الخصم او الخصم بيساوي القيمة الاسمية ناقص القيمة الحالية ده قانون الخصم طب لو عاوز الخصم مباشرة قلت لي بيساوي القيمة الاسمية في واحد ناقص مستخرج الجدول التاني يبقى كل اللي احنا اشتغلنا ده كان اسمه مستخرج الجدول التاني لاجاد القيمة الحالية والخصم ده قانون القيمة الحالية بدلالة او باستخدام الجدول التاني طيب لو حابب اخد تمرين على الكلام ده لو حابين مع بعض ناخد تمرين على الكلام اللي احنا قلنا ده تقول لي كم بيالة قيمتها الاسمية عشرين الف جنيه كم بيالة قيمتها الاسمية كام عشرين الف جنيه خد بالك زي ما احنا متفقين مع بعض كده دايما كل كلمة في التمرين اطلع معناها كمعطيات كم بيالة قيمتها الاسمية عشرين الف جنيه اقول لي با ايزا القيمة الاسمية بتساوي عشرين الف جنيه استحقت أو خصمة قبل موعد استحققها بمدة تسع سنوات بمدة كم سنة؟ تسع سنوات يبقى دي مدة الخصم اللي عندي تسع سنوات وذلك بمعزل خصم صحيح مركب حداشر في المية سنويا عاوز مني إيه؟ عاوز القيمة الحالية للكمبيالة وعاوز مقدار الخصم قلو تمام نبدأ الأول نشوف انت عاوز القيمة الحالية للكمبيالة القيمة الحالية لهذه الكنبيالة بتساوي السين في مستخرج الجدول التاني أمام تسعة وأسفل حداشر وأكد عليك تاني ان ده مستخرج الجدول التاني قلت لي يبقى الحاها بتساوي السين بعشرين ألف مستخرج الجدول الجدول التاني تحت 11 قدام تسع سنوات يطلع علامة تلاتة تسعة سفر تسعة اتنين أربعة ده العمود التاني أو الجدول التاني خلاص بلكش داعب الجدول الأول لو عاوز تستخدم الجدول الأول كنت أتقسم عشرين على مستخرج جدول الأول إنما احنا بنجيبها بمستخرج جدول التاني بمنتهى البساطة يطلع على طول القيمة الحالية لهذا الدين اللي هو العشرين ألف يطلع القيمة الحالية بتاعته سبعة تلاف تمنمية وتمنتاشر ونف لاحظنا إن القيمة الحالية أقل من القيمة الإسمية مش بس كده ده نقدر أجيب كمت الخصم الخصم اللي هو الصاد بيساوي قيمة الإسمية ناقص القيمة الحالية يبقى القيمة الإسمية بتاعتي كانت بعشرين ألف والقيمة الحالية لسه طلعها بسبعة تلاف تمنمية وتمنتاشر وكام ونص يطلع معاك بالزبط وبالتحديد تمسك القيمة الحزبة يطلع إتناشر ألف مية واحد وتمانين إتناشر ألف مية واحد وتمانين ونص قدرنا نحصل على قيمة الخصم يبقى دايما لما يدي لك معطيات المسألة قيمة إسمية معدل مدة وعاوز قيمة حالية أول حاجة عينك تروح على الجدول التاني الحاجات دي موجودة أو لا المعدل موجود أو موجود المدة موجودة أو موجودة يبقى على طول تستخدم مستخرج الجدول التاني لأنه بيسهل معاك الدنيا بطريقة أسهل كتير جدا جدا طيب لو عندي المعدل أو المدة المعدل عندي لو هو معدل غير سنوي أعمل إيه؟ أقولك طبعا بنستخدم مرات الإضافة لتعديل وحدات الزمن وبعد كده نشوف هي موجودة في الجداول المالية ولا مش موجودة في الجداول المالية تعال معايا وشوف بيقولي كم بيالا قيمتها الإسمية عشر تلاف جنيه يبقى حضرتك اديتني القيمة الإسمية بكام بعشر تلاف جنيه تستحق الدفع في واحد واحد ألفين وعشرين قدمت للبنك الخصماء في واحد سبعة ألفين وستاشر خد بالك أنا معايا تاريخ استحقاق وطاريخ خصم عشان أأكد عليك في الجزء النظر اللي احنا قلناه أنا معايا تاريخ استحقاق اللي هو واحد واحد ألفين وعشرين ومعايا تاريخ خصم اللي هو واحد سبعة ألفين وستاشر واحد نقص واحد مفيش سبعة من واحد ماينفعش يبقى طبعا بس تلف سنة من العشرين تبقى هنا تلتاشر شهر سبعة من تلتاشر ستة وبعدين ستاشر من تسعتاشر يطلع تلاتة يبقى هنا المدة بتاعتنا أصبحت تلت سنوات ونص أو ستة شهور يبقى دي تلاتة ونص سنة على طول أشوف المعدل كان غير سنوي خمسة في المية كل ست شهور يبقى المعدل اللي عندي خمسة في المية كل ستة شهور أقوله تمام أقدر أجيب الميم اتناشر شهر في السنة على الست شهور بتاع المعدل يبقى الميم مرتين نقدر نعدل وحدات الزمن يبقى يبقى الثلاث سنين ونص ده هم لما ضربهم في اتنين يطلع بسبع وحدات زمن يبقى دي النون الجديدة اللي هشتغل عليها فكرني بقى كده بالقانون الأول السبعة موجودة في الجدول والخمسة موجودة في الجدول تقدر تقول لي أن القيمة الحالية بتساوي القيمة الإسمية في مستخرج الجدول الثاني بس أمام سبع سنوات وأسفل خمسة في المية وأفكرك أن ده بيجي من مستخرج الجدول الثاني السين كانت عندي بعشر تلاف مستخرج الجدول الثاني اللي عندي هتلاقيه علامة سبعة واحد سفر ستة تمانية واحد تلاتة هتضرب يدي لك سبعة تلاف مية وستة وعلامة تمانية وستين جبت القيمة الحالية تقدر تجيب الخاصم بمنتهى البساطة عن طريق سين ناقص وتحسبها بالقالة الحزبة علشان أقدر أدي لك تمرين تاني قبل نهاية حلقتنا طيب خد بالك معايا بقى من التمرين اللي جاي ده ده تمرين سهل جدا 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 معدل غير سنوي بقى جيب الميم مرات الإضافة وبعد ما جبت مرات الإضافة بتاعتي باش بص على المعدل لقيت المعدل مش موجود في الجداول المالية في الحالة دي هنعمل ايه هنشتغل بالقالة الحسبة ما تقلقش من أي تمرين وبالراحة وفكر فيه بطريقة سليمة كم بيالا قيمتها الاسمية عشر تلاف جنيه كم بيالا قيمتها الاسمية كام عشر تلاف يبقى حضرتك تقول لي ان السين بتساوي عشر تلاف جنيه المعدل خمسة وتسعة من عشرة في المية كل ست شهور المدة بتلاتة ونص سنة ايه اللي حصل هنا في المعدل ده هتقول لي لازم اجيب الميم الاول اللي هي باتنين عشان اتنشر على الستة في الاتنين وبعدين اعد الوحدات الزمن تطلع تلاتة ونص في اتنين بسبعة قلت لي ايوة مستر السبعة موجودة قلت لك بس الخمسة وتسعة من العشرة مش موجودة يبقى لازم نستخدم الآلة الحسبة ايه اللي هيحصل في الآلة الحسبة هقول لك القيمة الحالية بتساوي القيمة الاسمية في واحد وعين من مية السنون او لو عاوز تقول اهيه او القيمة الحالية بتساوي السن على واحد وعين من مية قص نون عايز تشتغلها بالسالب يبقى ضرب او تشتغلها بالموجة بيبقى اسمه تعال اعوض يبقى دي العشر تلاف في واحد المعدل عندنا تحت العشر لازم يحط صفر على يمين العلامة خمسة اه تسعة وخمسين قص سبعة بالآلة الحسبة هتلاقي نفسك جبتها بمنتهى البساطة يطلع عندك القيمة الحالية بستلاف ستميةربعة وتسعين علامة خمسة وستين من مية طيب دي كانت مسألة سهلة جدا على ايجاد القيمة الحالية بالآلة الحسبة عندي كمان بعض التمارين السهلة الجميلة لو مغيب القيمة الاسمية لو مغيب القيمة الاسمية لازم هنا نعرف كل الافكار اللي عندنا او لو ادالك اكتر من مبلغ برضو دي فكرة سهلة جدا جدا نشوفها مع بعض سريعا بيقول لي تاجر مدين بالديون الاتية عشر تلاف جنيه تستحق الدفع بعد مرور ثلاث سنوات من الان يعني لسه بعد ثلاث سنين عشرين الف بعد خمس سنين ثلاثين الف بعد ثمان سنين من الان اتفق الان مع دائنه على سداد هذه الديون مرة واحدة على ان يسمح له بخاص مصريح مركب اربعة عشر في المية احسب ما يسدده الان هتقول لي مصر دي مسألة فيها ثلاث ديون او تعتبر ثلاث مسائل كل اللي عاوزوا من حضرتك بمنتهى البساطة اعتبر ان المسألة دي ثلاث مسائل وما تكتبش قوانين كتير حل على طول يبقى انت عندك قيمة حالية للدين الاول وقيمة حالية للدين التاني وقيمة حالية للدين التالت حضرتك قلتلي الدين الاول كان كام قلتلك بعشر تلاف الدين الاول العشر تلاف في مستخرج الجدول التانى عند ثلاث سنين ب contact spreads والدين التانى كان ب 20000 فيه مستخرج الجدول التانى عند خمس سنين بمعدل 14% والدين التالت كان ب 30000 فيه مستخرج الجدول التانى عند ثمان سنين ب معدل 14% يبقى احنا قلنا ايه جماعة ? على طول قديل عشر تلاف مستخرج الجدول التاني تحت 14 قدام 3 سنوات كان علامة 6 7 4 9 7 لما تضرب يديلك 6 749 749 علامة 7 الدين التاني عندي 20 ألف فيه تحت 14% في الجدول التاني قدام 5 يديني علامة 5 1 9 3 6 8 اضرب يديلك 10 3300 87 37 من 100 اخر حاجة 30 ألف فيه مستخرج الجدول التاني تحت 14 قدام 8 يطلع علامة 5559 اضربهم يطلع 10500 و 16 علامة 7 خد بالك احنا كده خلصنا التمرين باقي حاجة صغيرة انك تجمع التلت نواتج اللي طلعوا معاك هتلقى التلت نواتج لما تجمعهم يطلع 27 26000 653 و 86 من 100 عارف الرقم ده هو مجموع ما يسدده الآن اللي هو القيمة الحالية للتلت مبارل وبكده يبقى الحمد لله قدرنا نجمع أفكار بداية القيمة الحالية والخاصة وان شاء الله على وعد وأمل باللقاء على قناة مصر للتعليم الفني دونتم في حفظ الليل وأمن كان معكم فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم اشتركوا في القناة